فرصة النهاردة نبدأ نقول للناس إزاي يحصل لهم توعية فيما يخص تحديداً رياضيين عشان إحنا العادي بتاعنا كلنا إنه قدام رياضي بقى هو مش يحصل له أي أمراض قلبة دي الفكرة السائدة عندنا إنه إنت رياضي خلاص إنت زايل فولي إنت مش يحصل لك أي حاجة موص حديثك نظرياً الرياضي المفروض قلبه سليم ولكن عملياً مع اللي إحنا بنشوفه دلوقتي الكلام ده مش مزبوط دلوقتي وبقينا بنشوف الكلام ده في الملعب خصوصاً كمان إن الرياضة بدأت تتوسع ومعدل مباريات والضغوطات على اللعيبة بدأت تكتب يعني يبقى فيها حاجات كثيرة صحية النقطة التانية فحص الخلب الرياضي بقى حاجة مهمة ولازم الناس تهتم بيها وحقيقة الإعلام الرياضي أنا ده على فكرة بقول حاجة إن الإعلام الرياضي المصري من أقوى أجهزة الإعلام في العالم كله بيوصل للبيت حجم المشاهدة كبيرة أوه وبالتالي التوعية من خلال الإعلام الرياضي مهمة جداً إن أنا أوصل المعلومة النقطة التانية إن أنا بقشف إن أنا رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب تابعة لوزارة التضامل الاجتماعي وأطلقنا مبادرة اسمها سبورتيفيا السنة من السنة اللي فاتت بدأناها من نادي الأهلي في يوم القلب العالمي عن التوعية لقلب الرياضيين لأن في مشكلة في القنوات الآيونية بطنشط فقط في المية مجرد ما العيب ينزل المية ويبدأ يعمل مجهود بطنشط الكهرباء دوت ممكن يحصل وشوفنا الكلام ده في الأنبياد 2022 أما السباحة الصينية وقعت في قلب حمام السباحة الحاجة التانية فحص خلب الرياضيين ده فحص رخيص جداً وأنا يعني أتمنى أن الأجهزة المعنية في الدولة ومصر بتنتقل انتقال كبير جداً لنقضة كبيرة أن يبقى فيه مبادرة خصوصاً بين وزارة الشباب والرياضة والصحة والتعليم والصحة والتربية والتعليم أن يبقى فيه فحص قلب رياضي للنشأ الصغير اللي بيلعب رياضة في المدارس صدقني إحنا في بلد ما زالت فيها الحمى الروماتزمية تخيل أن أنت لما تشوف لعيب أو شخص بيلعب ممارس رياضة في مدرسة في إعدادي وتلحقه عند مشكلة في إصمام وتعالجه وياخد علاجه ويخف ولا تسيبه لما يكبر ويبقى إصمام ده بقى بايز لقد الله يحسن ويعمل تغيير إصمام تشوف العالم كله بيتجي إلى عمل علم اسمه البريفينتف ميدسين أو الطب الوقائي تكلفة العلاج بقت تساوي مليارات مش ملايين وبالتالي فحص قلب الرياضيين وكلما قلت ربطت الحاجة بالرياضة كلما الناس تقبلتها أنا بقولك أنت عايزت تلعب رياضة اعمل لي واحد اثنين ثلاثة عشرين تتطمن على نفسك فحص القلب الرياضي يمثل 95% في 5% استحال أنت الجبهة دي بتاعت ربنا في حالات ما بنشفهاش ما تعرفش الجبهة وتكتشفها إلا بتشريح الجسر وخبال حالتك صحيح ولكن إحنا بناخد بالأسباب بعد كده الباقي على ربنا سبحانه وتعالى تبني ده تبني ده أنت عارف حالتك وأتمنى أن ده يبقى من المبادارات الرئاسية إن شاء الله لأن المبادارات الرئاسية عملت حاجات كبيرة قوي صحيح فحص قلب الرياضيين مهم جدا حيساعد في أن أنت تكتشف حاجات كتيرة أو تلحقها وتعالجها وما نشوفش الحاجات دي كلها أو حتى تبقى قللنا كميات كبيرة دكتور لما يجي مدرب يلعب مباراة بفريق ويخسر المباراة بيبقى في حاجة من الاتنين ياما من توفيق خلاص هو أحظه ما كانش معاه ياما بيقعد يلوم نفسه في الأخي كده يقول إيه لأنا لو كنت نزلت فلان وطلعت فلان كان ممكن الأمور تبقى أحسن من كده في حالة أحمد رفعت كان في أي حاجة ممكن تتعمل وما تعملتش حتى لو عندونا قصد طبعا أجاوبك أقولك لا ليه بقى؟ لأن رفعت بعد الهوى هوريك أنا كنت على توصل مع ليفاربول بعد الهوى هوريك أنا كنت ببعت حاجة رفعت أخذ رأي ناس تانية برا الموضوع مش كده خالص وبعدين رفعت أنا بقول له حاجتك أنت حاولت الموضوع مش حالة أنت برتعم معها أنت بواحد بتشوفه كان مكانش موجود بقى موجود وبتشوف أموره بترجع طبيعتها ولا تتخيل ساعاتي أخذ بالحاجتك وإنعكاس ده في عين أحمد رفعت الله يرحمه وبعدين أنا بقليبها معك بنبقى تهريك في الآخر واخذ بالحياتك أنا بكلمك لغاية هذه اللحظة صدقني في حاجات أنا مش مستوعبها أنا آخر معايا كلها من يومين وكان بيكلمني من يومين برضو فالقصة كلها آخر حاجة كان بيبعتها لك كان بيعيت لك إيه؟ بقول لي أجي لك الخميس ولا أجي لك أول الأسبوع اللي هو تمام يعني وعادي ممكن أول الأسبوع مفيش مشكلة بقول لي أخليك على يوم السابت أنا عندي مؤتمر في اسكندرية وعلى فكرة والله كان عندي مؤتمر في اسكندرية وجاي السابت الصبح غيرت كل حاجة ورجعت يوم الجمعة الساعة تسعة كنت في القاهرة أو الساعة عشرة وتسعة ونص كنت بكلم الدكتورة غادة عشان أبدأ أرتب له إن إحنا نتقابل يوم الأربع في المستشفى وأرتب الناس كلها نتجمع عشان هنكون كمننا أربعين يوم أو خمسة وأربعين يوم فعارف حضرتك تحليل جيني تعمل رانيمة غلاطيس تعمل قسطرة تعملت بياخد كل العلاجات اللي مكتوبة في التوصيات العالمية آخر حاجة لكن في الآخر بتيجي توقف في وقفة كده عصد ابنه إحنا أنا بوقف في الوقفة دي كتير كلنا أنا وزميلي يعني عندك عيانك وتعملوا كل حاجة وفجأة بتلاقيه ما فجأة بس بتجي في الآخر هي إرادة ربنا طبعا طبعا دكتور أحمد شرفت ونورت بشكرك طبعا على اهتمامك العظيم بأحمد رفعت انت وكل دكتة المحترمين اللي كانوا موجودين في الإشراف على علاج أحمد رفعت بشكر حاجة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا